تحقيق بعد الكشف عن وجود أسلحة نمساوية مع الجيش الروسي المفواضية الأوروبية تدعو النمسا إلى مكافحة التهرب الضريبي وزير الخارجية في السعودية يبحث القضايا السياسية والاقتصادية السجن المشروط لطالب لجوء فلسطيني أردني مجد حماس ومحامية طالب باعتذار وزير الداخلية بعد إهانتها في مظاهرة لفلسطين وأخيرا الخط الساخن يتلقى 116 اتصالا حول أطفال مفقودين في النمسا مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة كشف برنامج سيب نقلا عن موقع زين سيدا الروسي أن الألاف من الأسلحة النمساوية وصلت إلى الجيش الروسي بدع بعد بدء الحرب رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي وتحضر النمسا توريد الأسلحة لأطراف النزاع فيما أكد مصنع الأسلحة شتاير آرامز وغولوك أنهم يجهلون كيفية وصول أسلحتهم إلى روسيا وأوضح تيم كاستاينا رئيس شتاير آرامز أن الشركة لم ترسر أسلحة مباشرة إلى روسيا مرجحا أن الأسلحة وصلت عبر دول ثالثة وتعتقد وزارة الاقتصاد أن الأسلحة تم بيعها عبر دول أخرى وفي حال تأكيد ذلك ستبدأ المخابرات في التحقيق حذرت مفاوضية الاتحاد الأوروبي النمسا وخمس دول أوروبية أخرى من عدم الالتزام بتنفيذ توجيهات الاتحاد لمواجهة التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبيرة ويهدف القانون الذي أقر في 2021 على إجبار الشركات التي يزيد حجمها المالي عن 750 مليون يورو على الإعلان عن الدولة التي تدفع فيها ضرائبها وحذرت المفاوضية من أن التأخير في تنفيذ التوجيهات يقلل من ثقة المواطنين في عدالة الأنظمة الضريبية وأمهلت المفاوضية النمسا شهرين للرد على الإدعاءات وقد تحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لازم الأمر بحث وزير الخارجي النمساوي أليكزاندر شالنبرغ مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا وسبل تعزيزها بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين وأشاد شالنبرغ بدور السعودية الحكيم في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة وأضاف شالنبرغ نشارق قلقنا بشأن الوضع الإنساني المترد في غزة ونسعى لحل مستدام على أساس حل الدولتين وبحث شالنبرغ مع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم رؤية السعودية 2030 حكمت محكمة سالس بورغ على طالب لجوء فلسطيني أردني بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لدعمه منظمة حماس ونشر دعايتها عبر الإنترنت ونفأ الرجل دوري وأكد عدم تأييده للهجمات الإرهابية مشيرا إلى عدم قراءته للتعليقات المؤيدة لتأدبير إسرائيل المتهم والذي ولد في الأردن وطلب اللجوء في النمسا أدين بأربعين جريمة متعلقة بدعم الإرهاب والجماعات المسلحة كما اتهم بنشر مواد داعمة لحماس وشارك في نشر منشورات تحرد على العنف فيما أكد محاميه أنه غير متطرف ويحترم القوانين طالبت المحامية البارزة إستريد فاغنر باعتذار شخصي من وزير الداخلية النمساوي وذلك عقب فض مظاهرة داعمة لفلسطين يوم الخميس ونظم التظاهرة في فين لصالح فلسطين وانتهت بتفريق المشاركين وتوجيه دعاوى تحريض ضد أربعة أشخاص من بينهم المحامية وحسب الشرطة تم تفريق التظاهرة بعد ترديد شعارات معادية لإسرائيل مثل من النهر إلى البحر ونفت المحامية التهم وتقول أن الشرطة استخدمت القوة بشكل متعسف وتعتزم رفع أربعة دعاوي قضائية تلقى الخط الساخن رات أفدرات للأطفال المفقودين في النمسا على الرقم 116116 اتصالا في العام الماضي بشأن حالات متعددة وتتماشى هذه الأرقام مع الإحصاءات الأوروبية حيث تلقت الخطوط الساخنة المماثلة في 32 دولة أوروبية سبعة وستين ألف وثلاثمائة وخمسة واربين استفسارا بشأن سبعة آلاف ومائتين اثنين وستين حالة وتشمل غالبية الحالات أطفالا هربوا من المنزل بنسبة 69% بينما كانت 16% حالات اختطاف من قبل الوالدين وتسعة بالمائة حالات أطفال مفقودين بسبب الهجرة حسب ما أعلنت منظمة الأطفال المفقودين في أوروبا كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية اسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة